اشتركوا في القناة دائما يطلب العون من المخلوقين دائما في نفسه انكسار للخلق لا يسعد العز والشرف والسعدد والسعادة في ان تغتني عما في يد الخلق وتسأل الخالق الغنى تسأل الغني ان يغني ولا يكون في طريق ذلك مخلوق خلقت عيوفا لا ارى ابن حرة علي يدا اغضي لها حين يغضم اذا سألت فاسأل الله اذا استعنت فاستعن بالله هذا العز بان تكون مع الله وان تبدل السبب وان تصبر على نفسك تصبر على نفسك بعضنا اليوم يذكر مقاما امام مخلوق اذله ذاك المخلوق كل ما ذكره ضاقت عليه بما رحبت ولام نفسه ورحلت عنه سويعات السعادة والفرح فعود نفسك ان تكون عزيز نفسك حاجتك لا تشكى الا لله ثم يسخر الله لك مما من خلقه او من غير حساب يرزقك وما اجمل العزة معاشر الاحبة فهي باب من ابواب السعادة